البداية مع هذه النافذة الخاصة من مكة المكرمة لتغطية مناسك الحج في أول أيام العيد مع الزميل سامي قاسمي كل عام وأنت بخير سامي إليك كل عام وأنت بألف خير يوسف شكرا جزيلا لك أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذه النافذة الخاصة من مكة المكرمة والتي تأتيكم خصوصا حول الحج وموسم الحج هذا العام حيث يستمر حجاج بيت الله الحرام في رمي جمرة العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد أن أدوا أمس الرقن الأعظم من أركان الحج بالوقوف على صعيد عرفة ويستكمل ضيوف الرحمن بعد الانتهاء من رمي الجمرات شعائر الحج من نحر الهدي والحلق أو التقصير وطواف الإفاظة ثم التحلل من الإحرام وفي أيام التشريق الثلاث يستمر الحجاج في رمي الجمرات الثلاث وحول حركة الحجيج معنا من مشعر منا مراسلنا أحمد مهران أحمد أهلا بكل عام وأنت بألف خير كيف تبدو حركة الحجيج حتى اللحظة كل عام وأنت بخير سامي بالطبع ربما تتحدث الصورة من تلقاء نفسها يعني هناك انسيابية كبيرة لحركة الحجيج هنا في مشعر منا تحديدا في منطقة رمي الجمرات بالطبع التصميم الذي يخضع له بالطبع جسر الجمرات يؤدي بالضرورة إلى تحقيق هذه الانسيابية حيث أن الحجاج يدخلون من طريق ثم يقومون بأداء الجمرى الكبرى ثم يخرجون من طريق آخر وهو بذلك ما يمنع وقوع تدافع أو مصادمات بين الحجيج خاصة مع الأعداد الكبيرة التي تتوافد كل لحظة لأداء هذه الشعيرة وهي رمي جمرة العقبة الكبرى بالطبع يؤدي الحجيج الآن هذه الشعيرة ويبيتون في منى ثلاثة أيام هي أيام التشريق وهي أطول فترة يقضيها الحجيج في مشعر واحد من المشاعر المقدسة بالطبع هناك أيضا على مقربة من منطقة رمي الجمرات هناك قطار المشاعر الذي يسهل كثيرا على الحجيج الوصول إلى هنا من مختلف المناطق في منى منطقة وسعة بالطبع هناك ثلاث محطات لهذا القطار في منى وحدها لتسهيل حركة الحجيج إلى هنا لكي يؤدوا هذه الشعيرة بالطبع سيستمر إلقاء هذه الجمرات بالطبع خلال أيام التشريق المقبلة الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى يتخلل بالطبع أداء هذه الشعائر يتخللها الذهاب إلى مكة لأداء طواف الإفاضة والسعي بين الصفة والمروى يمكن إجمالا أن نقول أن الحجيج أدوا المناسك الأهم حتى هذه اللحظة وهي الوقوف بعرفة ثم النفير إلى المزدلفة ومنها التوجه إلى منى للمبيت وإلقاء الجمرات يتبقى بالطبع المناسك التي ذكرناها من قبل العدد الإجمالي لحجاج هذا العام بلغ مليونين وثلاثمائة وسبعين ألف حاج يقوم على خدمتهم ثلاثمائة ألف موظف يتبعون مختلف الجهات المعنية بتنظيم الحج في المملكة العربية السعودية وهو ما يعني أن هناك موظف لكل تسعة حجيج وهي بالطبع نسبة كبيرة تلخص بالطبع المشهد بشكل عام فيما تعلق بتنظيم الحج شكرا جزيلا لك مرسلنا أحمد مهران كنت معنا من مشعر ميناء هذا وقد استقبل العهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز رؤساء بعثات الحج لهذا العام واستقبل الملك سلمان كذلك الأمراء والعلماء والقيادات المشاركة في الحج وكان الملك سلمان بن عبد العزيز قد أكد أن خدمة السعودية لضيوف الرحمن هو الشرف الأكبر للبلاد هذا وقد أكد العهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أن المملكة ستواصل جهودها في خدمة ضيوف الرحمن وشدد الملك سلمان خلال استقباله الأمراء والعلماء والقيادات المشاركة في الحج على أن العالم كله يشهد ما يبذل من جهود لخدمة الحجاج إخواني وأبنائي الأسكريين أن حجاج في التضاري حرام وعالم كله يشاهد ويلمث ما تبدلونه من جهود وما تقدمونه من خدمات حجاج في التضاري حرام وهو آدم عليكم وأشرب لكم تنونوا به الأجر بإذن الله أن التضحيات الكبيرة لقدم منسوب القطاعات العسكرية دفاعا عن حياظ الوطن وحماية مقدساته ومقدراته هي محل فخرنا وعتزازنا ونحن في هذا اليوم مبارك تتذكر شهدان الأبطال وأبطالنا لبذلوا أرواحهم في سبيل دينهم وحماية وطنهم بسهر الله أن نتغمد برحمتك وعسى وأن يمنع المصدين بالشفاء العاجل هذا وقد قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي أن عمليات تصعيد الحجاج إلى مشعر ميناء صباح اليوم تمت بسلام مؤكدا أن سير العمليات حتى اللحظة يتماشى مع الأهداف التي تم وضعها لتأمين الحج هذا العام نتائج إيجابية ولله الحمد نتائج تتماشى مع الأهداف التي تم تحديدها لخطط أمن الحج ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن تستمر هذه النتائج الإيجابية فيما تبقى من هذا الموسم ونشيد الحقيقة كثيرا بما أظهر حجاج بيت الله الحرام من التزام بتنظيم التفويج عند دخولهم من مزدلفة إلى ميناء في صباح هذا اليوم وأيضا عند توجههم إلى رمي الجمرات وهذا بلا شك كان له الأثر الكبير فيما تحقق من نتائج للمزيد ينضم إلينا من مكة المكرمة وزير النقل السعودي نبيل العمودي معالي الوزير نبيل أهلا وسهلا بك على سكاي نيوز عربية كل عام وأنتم بألف خير ونبارك لكم هذا النجاح الكبير في خطة النقل لهذا الموسم بداية نريد أن نسأل عن كيفية سير منظومة النقل العام وما دور الوزارة في هذا الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم أخوي سامي وجميع المستمعين كل عام أنت بخير ومن العايدين الفائزين طبعا منظومة النقل هي منظومة متكاملة وتحظى بكثير من الدعم والدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وسمو وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود وطبعا مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة أمير خاد الفيصل وسمو أمير منطقة المدينة الأمير فيصل بن سلمان طبعا منظومة النقل هي منظومة متكاملة وتضم عدة جهات والأساس فيها هي وزارة النقل ووزارة النقل هي المسؤولة بشكل أساسي بالطرق بين المدن المملكة وضمان انسيابية الحركة إلى المشاعر وداخل المشاعر أيضا الوزارة هي مسؤولة عن طرق أو معظم طرق المشاعر هناك أيضا هيئة النقل العام الذي هي هيئة منظمة لحركة الركاب والبضايع داخل المملكة ومن ضمنها أيضا مراقبة حركة الحجاج أثناء موسم الحج جهة أخرى هي الهيئة العامة للموانئ اللي هي مسؤولة على جميع الموانئ في المملكة ودورة في موسم الحج هو استقبال عدد من الحجاج في ميناء جدة الإسلامي بلغ عدد سنة هذه 16 ألف حاج وايضا استقبال المواشي للأضاحي هناك أيضا آخر جهتين هو هيئة العامة للطيران المدني المسؤولة لجميع المطارات في المملكة وهي بالنسبة للموسم الحج مسؤولة عن البنية التحتية في مطار جدة مطار الملك عبد العزيز في جدة وطبعا أيضا مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة والذي استقبل فيها معظم الحجاج من الخارج وآخر جهة هي شركة سار التي هي مسؤولة عن قطاع السكة في المملكة والتي في المستقبل ستشغل قطار الحرمين السريع وأيضا قطار المشاعر معالي الوزير ما المشروعات والمبادرات التي وضعتها وزارة النقل والتي ساهمت في تحسين موسم الحج هذا العام والله أظن هو في الحقيقة مسألة تكامل بين عدة جهات يعني طبعا الجهات التابعة لوزارة النقل تتعامى سويا لضمان انسيابية الحركة وشريك أساسي في نجاح أي حركة للحجاج وخاصة بالأعداد التي نتكلم عليها في عدد محدود وقت محدد جدا لازم الجهات الأمنية تكون جزء من شراكة مع جميع منظومة النقل لضمان انسيابية الحركة للحجاج في السنة هذه كانت تركيز في الحقيقة على رفع مستوى السلامة في بعض الطرق المؤدية للمشاعر حيث تم رفع مستوى السلامة على تقريبا ألف كيلومتر من الطرق المحيطة بمنطقة مكة كما تم عادة صيانة حوالي أربعمائة كيلومتر من الطرق حول نفس المنطقة هيئة النقل العام أيضا قامت مع شراكة جدا ممتازة مع الجهات الأمنية لضبط الحركة الحجاج في النقل الترددي بين المشاعر لضمان أيضا طبعا السلامة للحاج وأيضا انسيابية الحركة لتفويج الحجاج إلى عرفة وأيضا من عرفة إلى مزدرفة ويمكن النقطة الأخيرة هو أيضا هيئة النقل العام وأيضا مع شركائها في شركة سار قامت بالإشراف على عملية قطار المشاعر الذي نقلت تقريبا ثلاثمائة وخمسين ألف حاج بين المشاعر في انسيابية تامة والحمد لله لم يلاحظ أي تكدس أو تجمع في هذه المناطق نحن نعرف بأن قطار المشاعر مع علي الوزير انطلق العمل به منذ عام 2010 ثمان سنوات لكن هناك جهود ملموسة لتحسينه عام بعد عام كيف يمكن وصف تجربة هذا العام بعد ادخال ربما بعض التحسينات عليه والله يمكن أكثر تحسن صار في قطاعين فيه شيء تقني من ناحية ضمان عدم تعطل أي من القطارات والحمد لله بالشراكة التي ذكرتها تم تفادي أي تأخير بالنسبة للقطارات الشراء الثاني في الحقيقة الأهم هي تقليل مدة بقاء الحجاج في منطقة الاستقبال وتفويجهم بحيث يكون مدة بقاء الحاج أقل مدة ممكنة قبل وصول للقطار ويستقل للقطار ويصل إلى المنطقة الذي يريد أن يذهب إليها فهي عملية في الحقيقة تقنية وأيضا بالتكامل مع الجهة الأمنية في التفويج لرفع مستوى الطاقة الاستعابية في البنية التحتية الحالية للقطار المشاعر نعم على ذكرك لقطار المشاعر لابد أن نذكر قطار الحرمين الذي يدخل بعد موسم الحج ربما في سبتمبر المقبل أحد الزملاء علق قائلا حول هذا المشروع الكبير والجبار بأنه بإمكانك أن تصلي المغرب في الحرم المكي وتصلي العشاء في الحرم المدني برأيك ما التوقعات وتطلعات لهذا القطار خلال السنوات المقبلة مع الوزير هو طبعا قطار الحرمين السريع مشروع جبار بمعنى الكلمة ومشروع طبعا نفذته المملكة ولكنه أعتبره هدية للعالم الإسلامي أعطي بعض الأرقام على القطار القطار طوله 450 كيلومتر يصل سرعة القصوى 300 كيلومتر بالساعة والطاقة الاستعابية إذا انتهى جميع المشروع سيكون 60 مليون راكب في السنة فمعنى ذلك أن عند اكتمال المنظومة بشكل متكامل سيستطيع المقيم أو الضيف أو الحاج أن يستقل القطار من المدينة أو مكة ويكون في أحد الجهات في خلال ساعتين وخمس دقائق أو ساعتين وعشر دقائق طبعا المشروع يضم خمس محطات المحطة الأولى طبعا هي المدينة ثم مدينة رابق الاقتصادية مطار الملك عبد العزيز محطة جدة وأخيرا محطة مكة فذا اكتمل المنظومة ونحن إن شاء الله سنبدأ بالتشغيل أو انطراقة القطار في شهر سبتمبر القادم سيحدث نقلة لوعية لنقل المقيمين والضيوف الرحمن والمواطنين في المنطقة الغربية إن شاء الله ما سقف توقعاتكم علي الوزير للنقل في المشاعر المقدسة في ظل رؤية 20-30 هذه الرؤية الطموحة التي وضعتها المملكة العربية السعودية والله هدفنا في طبعا رفع مستوى أو الطاقة الاستعابية للمشاعر في نقل الحجاج بحيث نستغل البنية التحتية الموجودة التي استثمرت بها الحكومة المملكة عبر العقود الماضية فلرفع هذه الطاقة الاستعابية يجب استخدام التقنية بشكل ذكي حتى نضمن انسيابية حركة الحجاج بين المشاعر ما في شك أن نقل الحجاج بين هذه المناطق يعتبر مشكلة لوجستية أو معضلة لوجستية ضخمة لكن إن شاء الله المملكة قادر على تحمل وأثبتت وجود السنة هذه على إمكانية نقل الحجاج بين السيابية تامة والسنين القادمة سنرى استخدام التقنية زي ما ذكرت حتى نضمن الانسيابية بشكل أفضل حتى نعم نتحدث قليلا معالي الوزير حول انتهاء الموسم بمجرد انتهاء الموسم ثمت مسؤولية أيضا تقع على وزارة النقل في إعادة هؤلاء الحجاج إلى بلدانهم ما الخطط الموضوع حتى لا يحصل أي تغيير في جدول الرحلات والله طبعا الحجاج بمعظمهم يعني هو وصل عن طريق الجو تقريبا مليون وستمائة ألف حاج إذا ما كان زاد إلى مليون وسبعمائة ألف حاج فمعظمهم يرجعون إلى بلدانهم عن طريق الجو أيضا وبالتخطيط عن طريق هيئة الطيران المدني ووزارة النقل وجميع الحملات يتم تفويج الحجاج عن طريق مطار الملك عبد العزيز في جدة أو مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة ليرجعوا إلى بلادهم سالمين آمنين إن شاء الله فهو في تكامل بين هذه الجهات لضمان عدم مكوث الحاج مدة طويلة في المطار فهذا الآن الخطة تم في العكس عند استقبال الحجاج السنة هذه الحمد لله لم يحصل أي من التأخر في إجراءات دخول الحاج إلى المملكة ونتمنى ذلك عند الخروج أيضا أنا أود أن أشكرك معلي الوزير وزير النقل السعودي نبيل العمودي حدثتنا من مكة المكرمة على كل هذه الإضاحات وعلى هذا الوقت الثمين الذي أعطيته لنا شكرا جزيلا لك ولحضورك شكرا لك يا أخي سامي